وينضم إلينا من المنام الباحث السياسي صلاح الجودر أهلا بك سيد صلاح على ما يبدو بأنها فرصة ثانية تهدرها الدوحة تحديدا أمام مجلس حقوق الإنسان من قبل كانت هناك المكالمة مع العهل السعودي للإعلان عن موقفها العلني عن وقفها لدعم الإرهاب ولكنها تمارس سياستها في الافتراء والأكاذيب والمراوغة وما إلى ذلك وبالتالي هنا نتساءل إلى متى سيد صلاح ستستمر الدوحة في نهجها مع الأسف طبعا هي لست المرة الأولى ولا حتى الثانية لليوم من بداية الأزمة في 5 يونيو الماضي وقطر تفوت كل الفرص أو المبادرات ربما أبرزها مبادرة صباح أمير الكويت قطر الآن ترخل في مرحلة أخرى في التعاطي مع الشأن الخليجي أو العلاقات الخليجية مع الأسف الشديد نقلت اليوم الأزمة الخليجية من محيطها الخليجي إلى مجلس الأمن وحقوق الإنسان في مجموعة من الافتراءات والأكاذيب مع الأسف الشديد أن تصدر من رأس السلطة في قطر من وزير الخارجية محمد الثاني أنا أعتقد هذه أزمة جديدة اليوم قطر وتفويت الفرص لن يعود بالملف إلى معالجته الأولية طبعا الكل يعلم أن سبب الإشكالية بين قطر وبين الدول المقاطعة هي أن قطر تضوم هذه الجماعات الإرهابية تفتح لها القانوات الفضائية مثل الجزيرة تقدم لها الدعم المالي أنا أعتقد أن دخول قطر اليوم في مثل هذه الأكاذيب استمرار الادعاءات الباطلة لن يقدم شيء جديد إلى المنطقة أو معالجته وهذه أنا أعتقد سيكون فضح أكثر للنظام القطري أمام الشعب القطري والشعب الخليجي وليس فقط ربما شعب القطري والخليجي سيد صلاح دعني فقط هنا وربما نضيف نقطة أخرى ليس من المفارقة أن يخرج وزير الخارجية القطرية بهذا الخطاب أمام مجلة حقوق الإنسان في جينيف في ظل ما تم تدوله سيد صلاح مؤخرا من فيديوهات لتعذيب الحاج القطري طبعا هي شاهدنا الكل شاهد هذه القضية الحاج التي سيؤدي مناسك الحاج ونحن نعلم أن مناسك الحاج هي فريضة وشعيرة كبرى لكل المسلمين وأن السعودي فاتحة أبوابها فلذلك أنا أعتقد استغلال قطر أو محاولة قطر للضغط على هذا الحاج القطري من أجل تغيير أقواله لربما محاولة الإساءة للسعودية ودور السعودية في تقديم هذه الخدمات كل هذه طبعا بقيت بالفشل في محاولة كسر إيرادة هذا المواطن القطر لأدى مناسك الحاج أنا أعتقد مثل هذه الانتهاقات حقوق الإنسان اليوم يجب عن العالم أنه يشوف الممارسات القطرية في حق الشعب القطري اليوم المحاصر داخل قطر من الحكومة القطرية محاولات كسر الإيرادة القطرية عدم أفصاح الشعب القطري عن استعدادة للتواصل مع شعوب المنطقة حتى محاولات محاولة التواصل بين الشعب القطري هناك محاولات لكسر هذه الإيرادة لخروج الشعب القطري لمعرفة الحقيقة أنا أعتقد أن اليوم النظام القطري يكشف عن وجه القبيح واستمراره في هذا النهج العدائي مع دول المنطقة وهو المطلوب طبعا في الأساس لمعالجة هذه المشكلة هي قضية واحدة ليس فقط الدول المقاطعة أو الدول الخليجية لكن هو المجتمع الدولي يطالب بتجفيف منابع الأرهاب سواء تجنيدهم داخل قطر سواء فتح القنوات سواء تمويل ونعتقد حتى محادثة الرئيس الأمريكي إلى أمير قطر بأن الولايات المتحدة لن تسكت تكون مكتوفة الأيدي من أي دولة كانت تحتوي أو تضم أو تجمع مثل هذه الجماعات أنا أعتقد أن اليوم أصبحت الحقيقة مكشوفة لكل مجتمع الدولي ولكن يجب على النظام القطر أن يعي هذه الإشكالية ما الذي يعيس سيدة صلاح بما أنك تطرقت لموضوع الأمد دعني هنا أشيري لعمليات الاستباقية للأمن السعودية في الرياض إحباط مخططات لداعش وأيضا القبض على خلية كانت استخباراتية تعمل لصالح دول وجهات أجنبية يعني هنا عندما نتحدث صراحة سيد صلاح عن الإرهاب هنا نطرح تسؤالات من يدعم الإرهاب من يحتضن قاضي إرهابيين من يمول الإرهاب من يحرد على الإرهاب يعني بالتالي هنا دعنا نحكي صراحة سيد صلاح ألا تعي قطر بأن أمنها مرتبط بأمن دول الجوار أنا أعتقد تعي لكن لربما يكون هناك في إشكالتين في المشهد السياسي المشهد المسئلة الأولى لربما يكون قطر هناك في اتفاقيات بينه وبين الجماعات الأرهابية ولربما يكون الاتفاقيات لربما تكون على أعلى المستويات في السلطة أو النظام القطري الأمر الثاني هو أن هناك في قطر هناك من متخذي القرار أكثر من جهة يعني نجد أن أمير قطر يعني يحادث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الوقت النفسي تخرج وكالة الأنباء القطرية وقناة الجزيرة للحديث بأمر آخر وفي تجاه آخر معاكس هذه الإشكالية لربما هي تكشف لنا أن الدول المقاطعة وهي طبعا جزء من منظومة مجتمع دولي تحرم جماعة الأرهابية هذه الدول تعاني من الجماعات الأرهابية يعني على سبيل المثال البحرين تعاني من سنة 2011 ولربما قبلها بسنوات من 94 من التدخل القطري في البحرين ودعم هذه الجماعات الأرهابية لزعزع الأمن مصر كذلك عانت خلال السنوات الماضية من محاولات زعزعة الأمن المصري قلب النظام بالقوة يعني شاعة الفوضى حتى دولة الإمارات العربية المتحدة عانت من التدخل الجماعات الأرهابية أنا السعودية كذلك في هذا الجانب تعرضت إلى محاولات كثيرة لزعزعة أمنها ولربما ضرب المساجد المساجد لربما بالتحديد مساجد الشيعة لإحداث فتنة داخل المجتمع السعودي وهذه المحاولة الأخيرة التي شفتت اليوم في السلطات السعودية باستهداف وزارة الدفاع لإحداث خلخل في الجهزة الأمنية أنا أعتقد كل هذا وصلت فكرة عدونا على المقاطع ولكن تهى وقت وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك صلاح الجودر البحث السياسي كنت معنا من المنامة ترجمة نانسي قنقر